قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب باميقاتي إن على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا حازما لوقف العضوان الإسرائيلي والحرب التكنولوجية على لبنان من جانبها نفت شركة آيكوم اليابانية علاقتها بالأجهزة اللاسلكية المستخدمة في التفجيرات مؤكدة أنها أوقف تصنيع هذا الطراز منذ عشر سنوات في الوقت الذي اعتبر فيه حزب الله استخدام أجهزة البيجر بمثابة إجراء دفاعي هربا من التجسس والرصد كانت هذه الأجهزة في إسرائيل بمثابة أزرار يمكن الضغط عليها عندما يحين الوقت المناسب كيف استطاع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي زرع مادة متفجرة في الآلاف من أجهزة البيجر قبل وصولها إلى أياد أعضاء حزب الله في لبنان وكيف نجح في تنفيذ موجتين من التفجيرات عن بعد بالبيجر طارة وبالأجهزة اللاسلكية طارة أخرى أسئلة لا تزال تبحث عن إجابات بحسب مصادر استخباراتية أمريكية بدأ شحن أجهزة البيجر إلى لبنان في صيف عام 2022 بأعداد صغيرة لكن الإنتاج زاد بسرعة بعد أن حضر زعيم حزب الله حسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة سهلة تتبع وقرر الاعتماد على أجهزة منخفضة التكنية مثل البيجر فزاد توريد شحنات أجهزة البيجر إلى لبنان حيث وصلت الآلف منها ووزعت على أعضاء حزب الله في بادي الأمر تم ربط تلك الأجهزة المتفجرة بشركة تايوانية وهو ما نفته الشركة المصنعة بعد ذلك وأكدت أن الأجهزة التي كانت بحوزة عناصر حزب الله في لبنان صنعت بواسطة شركة مقرها بودابيست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية وتشير تقارير صحفية وآلامية عدة إلى أن تلك الشركة المجرية ما هي إلا واجهة لإسرائيل مما يعني أن تل أبيب حققت اختراقا كبيرا ليس لحزب الله فقط بل للشركة المصنعة لأجهزة البيجر أيضا وفيما يتعلق بالأجهزة اللاسلكية المتفجرة في لبنان قالت شركة آيكوم اليابانية إنها أوقفت قبل حوالي عشر سنوات تصنيع طراز أجهزة اللاسلك المتفجرة وأوضحت الشركة في بيان أن طراز آي سي في 82 هو جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من عام 2004 إلى أكتوبر 2014 وقد أوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريبا ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب الشركة ترجمة نانسي قنقر